مناسبة المنتخب الوطني خلينا روح للجنة الخماسية والتحاد الكرة اللجنة الخماسية تسلمت النهاردة موافقة الاتحاد دولي لكرة القدم الفيفا على لايحة النظام الأساسي للجبلية وهيبتدي اتحاد الكرة إن شاء الله في طباعة الليحة وتجهزها عشان يتم إرسالها بقى لكل الأندية عشان يتم الإطالع عليها قبل اجتماع الجمعية العمومية بهدف منقشة التعديلات خليني كمان أروح مع حضراتكم لدكتور أشرف صبحي وزير الشباب ورياضة اللي أكد إن الاحتفالية اللي أقيمت لمحمد صلاح طبعا لتكريمه من اتحاد الكرة المصري ما شهدتش أي تقصير عشان تكون سبب في إصابة النجم محمد صلاح طبعا بفيروس كورونا دكتور أشرف صبحي قال إن حفل تكريم محمد صلاح ما كانش فيه أي تقصير تم الالتزام بكل شيء حتى محمد صلاح لما دخل ما سلمش على أي حد وقال إن الجائحة دي طبعا من الممكن أن تصيب أي شخص في أي مكان وقال إن روحه المعنوية عالية جدا وإن ليبربول بيدرك إن مصر تعاملت على أعلى مستوى مع الموضوع ده ولكن فيه أمور لا يمكن التحقيق فيها زي طبعا الإصابة بفيروس كورونا كمان دكتور أشرف صبحي قال إن الاتحاد نظم الحفل وفقا للتباعد والقوانين وما كانش فيه أي حد لم يلتقي بيه أي حد وكانت الأمور كلها تم ترتبها من فترة طويلة والتواصل مباشر كمان مع ليبربول وكمان قال إن وزارة رياضة جاهزة لكل حاجة مثلا اللجنة المنظمة مع الاتحاد الدولي أقروا حضور 50% من الجماهير في مباريات كاس العالم وبالتالي كانوا جاهزين لـ 50% أو لـ 100% عن طريق تنظيم المقاعد والتباعد الاجتماعي طبعا يعني خلينا ننتفق بس نتمنى الشفاء للجميع سواء كان صلاح أو كان النني لكن طبعا ملابسات إصابة محمد صلاح ببقى لس كورونا عالم تستفهم كبيرة جدا نتطمن عليه لأول وبعد كانت رحى لكن أعتقد الموضوع لا يجب أن يمر كده مرور الكرام